في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم خط في برنامج سكتش اوب ولكن بابعاد يا الله بينا وتابع الشرح اول حاجة هنروح نضغط على التوب عشان ناخد وضع التوب في برنامج جوجل سكتش اوب بعد كده هنضغط على اداة لين تول بعد كده البرنامج بيطلب مننا نضغط في اي نقطة في البرنامج نضغط ثم بعد ذلك نبتدي ندخل له قيمة الخط اللي احنا عايزينها وليكن تمانية انتر لهذه الطريقة هتلاقي البرنامج اتوماتيك اداني طول الخط بتاعي علشان ننتهي من تنفيذ الامر هنضغط اسكيب لو جينا علشان نتأكد هنضغط على اداة نضغط في البداية وكليك في النهاية هتلاقي في الاسفل اللينس بتاع هذا الخط تمانية متر مزبوط زي ما احنا دخلنا الطريقة التانية عشان تتأكد من مقاس الخط هتضغط على الخط نفسه هتروح للمودل انفو هتلاقي مكتوب اللينس عندك تمانية متر طيب عايزين نرسم مجموعة خطوط متصلة بابعاد نرسمها ازاي هنضغط كليك على اداة لاين تول ثم نضغط كليك على اي مكان في الشاشة ندخل طول الخط وليكن اتناشر انتر بهذه الطريقة هنلاقي ان الامر ما زال مفاعل معنا هنيجي بعد كده ندخل قيمة الخط الاقر وليكن عشرة انتر وليكن عايزين نكمل هنضغط تلاتة انتر بهذه الطريقة خمسة انتر بهذه الطريقة لحين ما ننتهي من رسم الخطوط بتاعتنا اسكيب ننهي الامر دي كده طريقة ان انا ارسم خطوط متصلة طيب لو انا رسم خط بطول معين وعايز اكمل عليه بمجرد ما نروح لنهاية هذا الخط هلاقي اعمال الاسناب على الخط اضغط كليك اسحب ادخل قيمة الخط اللي بعده اتناشر انتر بهذه الطريقة طبعا اي كان مأسل انت عايزه دي كده طريقة رسم الخطوط في برنامج بابعاد لو عايز اعرف طول هذا الخط المستمر اضغط كليك هيجيب لي طوله الخط اللي بعده هيجيب لي طوله الخط اللي بعده هيجيب لي طوله وهكذا لو اخترتهم كلهم هيجيب لي اطولهم كلهم ممكن برضو ان انا اضغط كليك على قضية لاين تول وابتدي اكون سطح من مجموعة الخطوط بابعاد هاضغط بعد اول خط الناشر انتر البعد اللي بعده عشرة انتر البعد اللي بعده اتناشر انتر عشرة انتر هتلاقي ان تعمل لي مربع كون لي سطح في النهاية عشان اخرج منها الامر دي كده طريقة رسم الخطوط في برنامج بابعاد يارب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم يارب يكون اقدم الاضافة لحضراتكم ما تنسوش الاعجاب ما تنسوش مشاركة الفيديوهات لاصدقائكم ادالة على الخير كفاعله اشكركم نلتقي في فيديو اخر بازن الله تعالى